موسيقى الرئيس سيسي يشدد على مبدأ توطين الصناعة محليا ونقم التكنولوجيا كنهجا ثابت تسعى الدولة لتحقيقه موسيقى إيران تقول أنها تدرس اقتراحاً أوروبياً بعقد اكتباعاً غير رسمي مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي موسيقى وبريطانيا تعرض عيما جميع البالغين بقرعات أولى من لقاح كورونا بنهاية يوليو المقبل موسيقى الحادي عشرة صباحاً التاسع بتوقيت جرانيتش موجزون إخباري يأتي حضراتكم من القاهر أهلاً بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبدأ توطين الصناعة محلياً ونقل التكنولوجيا كان هج ثابت تسعى الدولة لتحقيقه مع الشركات الأجنبية العاملة بمصر بمختلف المجالات وخلال اجتماعه مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورؤسي أربع شركات عالمية أكد الرئيس على المجال الواسع المتاح حالياً في مصر لنشاط تلك الشركات وما توفره المشروعات التنموية الكبرى على مستوى الجمهورية من أفاق وفرص ضخمة ومتنوعة للاستثمار والعمل سواء ما يتعلق باستصلاح الأراضي الزرعية ونقل المياه من محطات الصرف والمعالجة أو غيرها من مشروعات أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء تصعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقدشو وذلك وسط استمرار الخلافات حول بعض القضايا ذات العلاقة بعقد الانتخابات الوطنية في البلاد وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن الجامعة تتابع عن كثب هذه التطورات وتدعو كافة الأطراف الصومالية إلى الخراط الفوري في حوار شامل للتوصل إلى اتفاق جامع حول سبل إجراء الانتخابات والالتزام بالنبذ الكامل لاستخدام العنف أو التلويح به كما أكد على التزام الجامعة بمساندة كافة الجهود ورامية إلى إيجاد حل توافقي صومالي بما يعز من أمن واستقرار البلاد ويلبي طموحات الشعب الصومالية قالت سلطة طيران المدنية الكويتية هناها مددت تحذر دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر يأتي ذلك ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا وتسمح سلطات بدخول الكويتيين مع الزامهم بقضاء أسبوع في الحجر داخل فندق أو أسبوع آخر في المنزل قال رئيس الوزراء البريطاني بورست جونسون إنه سيتم تطعيم جميع البالغين بقارعة أولى من لقاح كورونا بحرول نهاية يوليو وسيحد جونسون خارطة طريقنا لتخفيف ثالث عذل عام بإنجلترا يوم غدا الأثنين وحتى الآن أعلنت بريطانيا الجرعة الأولى من اللقاح إلى أكثر من 17 مليون شخص أي أكثر من ربع سكانها البالغ عددهم 67 مليون نسمة قال عباس عرق جي نائب وزير الخارجية الإيراني إن إيران تدرس اقتراحا من الاتحاد الأوروبي بعقد اجتماع غير رسمي ما بين العضاء الحاليين في اتفاق تهران النووي والمبرم عام 2015 ما بين الولايات المتحدة ويدور خلاف ما بين إيران والولايات المتحدة حول من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى لإحياء اتفاق 2015 وتصر إيران على أنه يجب على الولايات المتحدة أولا رفع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونات ترامب بينما تقول واشنطن أن تهران يجب أن تعود أولا إلى الاتزام التام بهذا الاتفاق يدلي الناخبون في النيجر بأصوات في القولة الثانية من انتخابات الرئاسة والتي من المتوقع أن تكون بداية لأول انتقال ديمقراطي للسلطة منذ استقرال البلاد عن فرنسا عام 1960 وينظر كثيرون إلى مرشح الحزب الحاكم محمد بازوم على أنه الأوفر حظا وذلك بعد تقدمه في القولة الأولى التي أجريت في السابع وعشرين من ديسمبر وحصوله على تسعة وثلاثين فاصل ثلاثة بالمئة من الأصوات ويواجه بازوم في هذه القولة الرئيس الأسبق مهامان عثمان الذي حصل على سبعة عشر بالمئة وختاما نحيط على المساعدة المشاهدين بأن تردد إكسل نيوز الجديد 11.785 ومعدل الترميز 27.500 ومعامل الاستقطاب رأسي أشكر لكم حسن المتابعة وإلى المرتقى ترجمة نانسي قنقر